بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا ما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لاه حق علينا ولسائر المسلمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الثواب في رسالة أرسلها جوابا لعبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل الرياض وكانت رسالة أرسلها إلى أهل البصرة والحساء يشنع فيها على الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل الذي ما جرى وما كان قصده بذلك إلا الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص الدعوة لله وهدم أركان الشرك وإبطال مناهج الطلال والإفك ورام هذا أن يرتقي إلى ذلك بأسباب ويستدعي من كل معاند مكابر الجواب فإن الله تعالى بفضله قد أزال اللبس والحجاب وكشف عن القلوب ظلمات الرين والاحتجاب وهذا نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم وبعد لفان مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغك ولا يخفاك أن المسائل التي ذكرت أنها بلغتكم في كتاب من العارض جملتها أربعة وعشرون مسألة بعضها حق وبعضها بهتان وكذب وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله وأهل العلم أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليها ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بلا شك أن أهل العلم إذا اختلفوا فالذي يفصل بينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى أهل العلم الموثوقين في علمهم وإنصافهم وعدلهم وهذا ما يجب أن يكون بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين بن سحيم في هذه المسائل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإنما ذكرت هذا ولو كان واضحا لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم الحنابلة وغيرهم ولكن هي مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها فأنكرها علي لأجل مخالفة العادة وإلا فقد رأوا تلك في كتبهم عيانا وأقروا بها وشهدوا أن كلامه هو الحق لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين نعم وهذا هو الواقع في حال الشيخ مع خصمه ابن سحيم في المسائل التي أو ردها وزعم أن الشيخ خالف فيها العلماء فالشيخ يطلب من المستمعين والقارئين أن يعرضوا هذه المسائل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام أهل العلم الصادقين الموثوقين فما وافق الحق يؤخذ به وما خالف الحق فإنه لا يؤخذ به ويعتبر هذا من الخطأ الذي لا يقر عليه أحد من الناس نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وهذا هو ما نحن فيه بعينه فإن الذي راسلكم هو عدو الله بن سحيم وقد بينت ذلك له فأقر به وعندنا كتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق وأقام على ذلك سنين لكن أنكر آخر الأمر لأسباب أعظمها البغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تنهون عن عبادة شمسان وأمثاله فتعذروا أنكم ما سألتمون قالوا وإن لم نسألكم كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة وأن فيه شرفا لغيرهم تاج وشمسان شخصاني من أهل الضلال في بلاد العارض في بلاد الرياض وقد أظهر من الكذب والبهتان على دعوة الشيخ وعلى نفس الشيخ الشيء الكثير ولكن الحق واضح لا لبس فيه فيعرض كلام هذا المعترض على كتاب الله وسنة رسوله فما كان منه موافقا للحق والصواب فالرجوع إليه واجب وما كان مخالفا للحق والصواب فإنه يرد على قائله كائنا من كان وهذا الواقع فيما بين الشيخ رحمه الله وبين بن سحيم وليعلم أن هناك شخص آخر اسمه بن سحيم وكان رجلا طيب وفاضلا فلا يلتبس بهذا الشخص نعم الشخص الآخر هو عبد الله بن سحيم نعم نطوع المجمعة نعم هذه الرسالة من الشيخ لعبد الله بن سحيم ينقد فيها كلام سليمان بن سحيم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأيضا لما أنكرنا عليهم أكل السحتي والرشا إلى غير ذلك من الأمور فقام يدجل عندكم وعند غيركم بالبهتان والله ناصر دينه ولو كره المشركون نعم هذا الواقع من هذا الخصم أنه لا يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لما هو عليه من الباطل ويروجه على الناس ولكن الحق واضح مع ابن سحيم وغيره الحق واضح جلي يعرض على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وما عليه فإمة الإسلام فإنه يقبل ولو خالف رأي ابن سحيم وغيره وما كان مخالفا فإنه يرد ولو كان ولو كان رده يغير صدور أقوام فإنه لا عبرة بهم لأن الحق فوق الجميع نعم قال رحمه الله وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام وأنا أضرب لك مثلا بمسألة واحدة وهي مسألة الاستجمار ثلاثا فصاعدا غير عظم ولا روث وهو كاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرا عظيما ولنهوا عن الصلاة خلفه وبدعوه مع إقرارهم بذلك ولكن لأجل العادة الاستجمار بعد الحدث إذا أنقى المخرج فإنه يكفي عن الغسل وهذا لا لبس فيه ولكن الذين يشنعون يأخذون هذا مقلوبا ويقولون ويقولون إن هؤلاء يكتفون بالاستجمار مع وجود الماء وهذا ليس ليس ببدع من القول فإن الاستجمار إذا كان منقيا للمخرج فإنه يكفي عن غسل المخرج وهذا بالاتفاق نعم بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين